مساء الخير وصفتنا خبز التورتية مع اللحمة المفرومة ونجيبنا في الفرد بطريقة بسيطة شكل مميز طعمها فعلا اكتر من رائع حكاية بجد ومكوناتها بسيطة على قد اليد وما بتاخدش اي وقت خالص هنجيب خبز التورتية بتاعنا اي نوع متاع عندنا وهنقسمه لتمن مسلسات وهنجيب بولا فيها نص كوب زبدة سايحة نص معلقة بابريكا توم بودر أوريجانو نص معلقة من كل حاجة وهنخلطهم وهننزل فيها خبز التورتية اللي احنا قطعناه بسلسات وهنقلبه كويس عشان يشرب منصصه التدبيل اللي احنا عملناها ونجيب صنية نحط فيها ورق الخبز او ورق الزبدة ونرص فيها الخبز وندخله الفرد مسخنة على حرارة 200 لمدة 18 دقايي ماكسما تسع النار فيها معلقة زيت كبيرة بصلة مبشورة هننزل عليها لحمة مفرومة انا هنستخدمها 350 جرام لحمة مفرومة وهنقلبها اوما اللون روح هنرشت ملح فلفل بهرات لحمة بابريكا ونقلبهم 7-8 دقايق وبعدين نحط عليهم فلفل اغضر او فلفل حامي ونقلبها كمان 7-8 دقايق عشان نضمن ان هي استود كويس وبعدين هنجيب الصنية بتاعتنا اي صمقاس نحبه ونرص فيها الخبز اللي احنا اعملناه انا حطيته كده شبه الشمس يعني يدي شكل حلو وترتيبة كويسة ونحط عليها بطاطس محمرة او بطاطس المقلية لو في اي اضافات تحبوا تضفوها نوع جبن معين او زيتون ونجيب اللحمة المفرومة اللي احنا حطناها ونساوي سطحها كده عشان شكلها منظم ونحط عليها مودوريلا وتشيدر وندخلها فرن سخنة حرارة 200 مدة 10 دقايق حلوة قوي سهلة ونزينها بالكاتشاب والميونيز فعلا وصفة تفرح البيت كله هيحبها وجميلة خالص في العزمات وشكلها حلوة قوي بسيطة في مكوناتها وفي طريقتها هي بسيطة لكن جميلة في طعمها قوي اتمنى تكونوا موصفة عجبتكم وتجربوها لان انا متأكدة اكيد اكيد انها هتعجبكم اتمنى اشوفكم الوصفة الجاية وتقولولي رأيكم في الوصفة باي باي